أهلاً بكم، إذن دعونا نقول أننا حصلنا على المنحنة R معرف، إذن هذا هو المنحنة R, R الت تساوي X الت I زائد Y الت J هو منحنة ببعدين على المستوى السيني والصادي XY ودعونا نرسمه فقط لنرسمه بنموذج عام. إذن هذا هو المحور الصادي وهذا هو المحور السيني المنحنة R ربما يبدو بعض الشيء مثل هذا دعوني أرسمه ربما يبدو بعض الشيء مثل هذا والذي هو جزء منه وكما تزداد T بالانتقال في هذا الاتجاه هنا ما أريد فعله في هذا الفيديو وهذا حقيقة أن يمثل متجه جبري أكثر من متجه متعلق بعلم التفاضل والتكامل وهو يحسب عند أي نقطة معطى هنا وبهذا نستطيع أن نجد المتجهات وخصوصا متجهات الوحدة بشكل واضح يمكنك أن تجد المتجه الطبيعي يمكنك فقط أن تقسم قيمته وأنت سوف تحصل على متجه الوحدة إذن أود أن أجد عند أي نقطة معطى المتجه الذي يمثل للأمام في هذا الاتجاه ولديه القيمة واحد إذن هذا سيكون اقتران الوحدة ولتفعل هذا أولا ستفكر حول ما هو مماس المتجه ومن مماس المتجه يمكنك أن تجد المتجه الطبيعي هو حقيقة يرجع إلى ما أنت ربما فعلته في الجبر واحد أو الجبر اثنين إذا كان لديك الميل لخط التبادل السالب لهذا الميل سيكون الميل للخط العمودي سنشاهد شيء مشابه جدا عندما نقوم به هنا مع المتجه مع هذا المتجه الجبري إذن أول شيء أريدك أن تفكر به كيف سنشكل خط المماس حسنا يمكنك أن تتصور عند بعض نقاط T هذا يمثل كيف سيبدو متجه الموقع إذن نسمي هذا R1 هنا وإذا أخذنا قيمته لT فلنقل أن T هي الزمن بينما نحن خلال ثواني قليلة ومن ثم R2 تمثل بشيء مثل هذا هذه عندما تذهب إلى قيمة أكبر وبهذا يمكنك أن تقدر الميل لخط المماس أو الميل بين هاتين النقطتين الآن هو بالضرورة الفرق بين هذين المتجهين هو يمكن تمثيله هكذا دلتا R دلتا R هذا المتجه زائد هذا المتجه يساوي هذا المتجه أو R2 ناقص R1 يعطينا دلتا R هنا وعندما R2 وعندما الزيادة بين R1 وR2 تصبح أصغر وأصغر لدينا T أصغر وأصغر T إضافي أصغر وأصغر الميل لهذا الميل لهذا دلتا R سيكون متقارب أكثر وأكثر من ميل المماس كل الطرق تغير صغير لنهائي في T ليعطينا DT إذن سننتقل من R وأنت فقط سيتغير بكمية قليلة جدا هذه دلتا R ونستطيع أن نمثلها بDR ثم نقوم بالتقريب عند معامل المماس إذا كان لدينا تغير صغير جدا في T ثم دلتا R الصغيرة جدا DR سأطلق عليه لأنه سيكتب بالفرق الفرق الصغير جدا هنا والتي هي متجه المماس متجه المماس إذن DR DR هي متجه المماس DR is a tangent vector عند أي نقطة معطى ومرة أخرى كل هذا واضح لك قليلا لكن DR يمكن إعادة كتابتها DR DR تساوي DXI زائد التغير الصغير اللانهائي في X زائد التغير الصغير اللانهائي في Y ضرب متجه Y DYJ وترى إذا رسمت إذا رسمت منحنة فلنرسم واحد آخر علينا رسم المحاور إذا كان DR يبدو هكذا إذا كان هذا DR ومن ثم يمكنك أن ترسم المكون السيني وهذه هنا DY وهذا هنا هذه هي DX ونرى أن DX ضرب I DXI وهذه DYJ هي القيمة DY أما G هي مجرد اتجاه هي القيمة DXI تخبرنا عن الاتجاه عندما نتحرك على الاتجاه الأفقي هنا هذا حقيقة سيكون سالب قيمة سالبة هنا وهذه ستكون قيمة موجبة بالاعتماد على الاتجاه الذي رسمته إذن هذا يعطينا متجه المماس والآن من متجه المماس أوجد متجه طبيعي متجه هو بالأساس عمودي لهذا المتجه هنا وبالتالي سيكون متجهان كهذا هذا سيكون المتجه عمودي على اتجاه اليمين إذا كنا مهتمين بالاتجاه أو المتجه عمودي على أو المتجه عمودي في الاتجاه الأيسر يمكننا أن نأخذ أي واحد منهم لكن في هذا الفيديو سنركز على المتجه الذي ينتقل باتجاه اليمين والذي سيكون مفيد في الفيديو القادم سنبدأ قليلا حول تفاضل وتكامل المتجهات إذن دعونا نفكر ماذا سيبدو هذا لنجعله أوضح دعونا نرسم DR مرة أخرى تبدو DR مثل هذا هذه DR هنا وهذه هنا هذه نطلق عليها DY درب DY درب I ومن ثم هذه آسفة هذه DY درب J والتي تكون باتجاه رأسي درب J ومن ثم بلون مختلف هذا بلون مشابه علي أن أستخدم الأزرق إذن هذا هنا هو DX درب I إذن نحن نعلم من فصل الجبر نأخذ المعامل السالب إذن هذا سيكون شيء ما حول عكس هذين الشيئين هنا ومن ثم نأخذ سالب واحد منهم لكن علينا أن نجد أي واحد يتجه إلى اليمين إذن أي واحد يجب أن نستخدم إذن دعونا نفكر به قليلا إذا أخذنا DY أخذنا DY درب I إذن نحن نأخذ هذا الطول لكن باتجاه I سنحصل على هذا إذن هذه DY درب I ومن ثم إذا أخذنا DX إذا أخذنا DX ضرب J هذا سيكون للأسفل لأن DX سالبة هنا فهي متجهة لليسار إذن علينا أن نعكس إشارة DX لتذهب للأعلى إذن نعكس إشارة DX لتذهب للأعلى لأن هذه هنا بإشارة سالبة باتجاه اليسار إذن هذه ستكون سالبة DX ضرب J عندما نتحرك باتجاه رأسي هذا بشكل تخيلي على الأقل نوع من الارتداد الذي أثبت أثبت لكن هذا آمل أن يكون عرض تخيلي جيد الذي نحصل على نحصل على يجب أن يكون أعلى قليلا سنحصل على شيء قريب من الذي نتصوره لما يبدو عليه الخط العمودي تماما كما تعلمنا في الصفوف الماضية حسنا حيث نأخذ المعامل السالب بعكس X و Y أو التغير في X والتغير في Y عندما نأخذ سالب واحد منهم وبهذا لدينا الخط المتجه الخطي إذن متجه A متجه A سيكون سيكون DYI-DXJ لكن بعد ذلك إذا أردنا خط طبيعي سنحتاج أن نقسم هذه القيمة دعونا نكتب هذه أولا متجه الوحدة A إذن يمكننا أن نسمي هذا A المتجه A يساوي DY ضرب I إذن هذا سيساوي DY ضرب I ناقص DX ضرب J ناقص DX ضرب J بنفس اللون الأزرق ناقص DX ضرب J الآن إذا أردنا أن يكون متجه وحدة علينا أن نقسم على قيمة A لكن ما هي قيمة A قيمة A تساوي تساوي الجذر التربيعي أو أود أن نبدأ مع مربع DX إذن سالب مربع DX والذي سيكون موجب مربع DX DX تربيع زائد DY تربيع يمكن أن أضع السالب هنا لكن مع التربيع السالب سيختفي لكن هذا الشيء هنا والذي قلنا أن هذا في البداية عندما حاولنا أو عندما أوجدنا طول القوس هذا الشيء هنا هو تماما نفس الشيء مثل DS لدينا DS أخرى مبينة هنا عندما نفكر إذا فكرت حول طول DR كDS هذا تماما ما يمثله هذا الشيء هنا إذن هذا يمكن أيضا أن يساوي DS إذن التغير النهائي في طول R وهي قيمة قياسية يمكن اعتبارها القيمة المطلقة للمسافة لا يمكن اعتبارها متجهة يمكنك أن تعرضه بطريقة أخرى هو القيمة هو القيمة هنا لDR إذن الآن نحن بحاجة لبناء متجه وحدة متجه الوحدة عند أي نقطة هي هنا إن بإشارة المتجه في الأعلى تقول أن متجه الوحدة إن هنا ولديه القيمة واحد ستكون مساوية لإيه مقسومة على هذا أو يمكن كتابة هذا إذن يمكن كتابته يمكن كتابته ك دعونا نكتبه بهذا اللون ك DY درب I ناقص DX درب J ومن ثم كل هذا درب ليس درب إنما مقسوم على DS مقسوم على القيمة لهذا إذن مقسوم على DS لكن هذه هنا سنكون قادرين على بناء متجه وحدة عند أي نقطة على هذا المنحنى وانتهينا ترجمة نانسي قنقر